مرحبا بكم عزائي الطلبة في حلقة جديدة من دورة تعلم اللغة الإنجليزية للصف الثاني المتوسط المنهج الجديد درسنا اليوم اليوم اليونت الثاني الدرس الثاني أنوان الدرس كل الطعام المناسب قبل ما نبدأ بالدرس لا تنسى الاشتراك في قناة اليوتيوب بيجو الفيسبوك هل ساتطاع حسين مدرس اللغة الإنجليزية لمتابعة جميع حلقات دورة الثاني المتوسط نبدأ بالدرس اليومت الثاني الدرس الثاني يقول لي تحدث عن الأطعمة عن الشرابات في هذه الصور الفوتوغرافية أي هذه الأطعمة جيد لصحتك وأي هذه الأطعمة غير جيد لصحتك أنا مثلا مجرد الطالب يوضح إذا كان هذا الطعام صحي لو غير صحي healthy لو unhealthy فالأستاذ رح يسأل هنا بداخل الصاب يقولهم مثلا the first one اللي هي الكيك is it healthy or unhealthy يرفع عيد الطالب يقول unhealthy strawberries healthy وهكذا juice healthy orange healthy water healthy وهكذا apple healthy بينما el pepsi أو el cola unhealthy el burger unhealthy وهكذا مجرد يوضح إذا كان هذا الطعام صحي أو غير صحي وراها يقول لي now read ليلى أحمد's report in the school magazine والآن اقرأ تقرير ليلى أحمد في جريدة المدرسة and check your ideas وتفقد إجاباتك هنا أنا بعض الطلاب جاوبة وجوز جواب غلط فهنا أنا رح يصحح هذه النظرة إذا كان هذا الطعام صحي أو غير صحي من خلال هذا التقرير اللي كتبته ليلى أحمد عن بعض الأطعمة الصحية والغير الصحية شكاتبين؟ كاتبين report of nurse janet's talk تقرير عن الممرضة janet تتحدث by ليلى أحمد هذه المقالة سوتها أو كتبتها ليلى أحمد يعني ليلى أحمد ملتقية بهاي الممرضة اللي هي janet وسوت هذا التقرير فمن بداية شي تقول تقول what did not janet mean ما الذي قصدته الممرضة janet before he talk قبل أن تتحدث I didn't understand لم أكن أفهم but I do now لكنني الآن أفهم this is what she said هذا ما قالته we all need food and drink but what kind and how much قالت جميعنا نحتاج الطعام والشراب لكن ما نوع الطعام أو الشراب الذي نحتاجه وكم كميته do we need كم الكمية التي نحتاجها some kinds of foods are very good for us بعض أنواع الطعام جيد لنا for example على سبيل المثال fish, السمك, fruit, الفواكه, vegetables, الخضروات they keep us healthy هذه تساعدنا على أن نبقى صحيين ركزوا للطلاب شن إن شاء الله تتخلينا صحيين fish, fruit, vegetables we should eat five pieces of fruit and vegetables every day يقول علينا أن نأكل خمس قطع من الفواكه والخضروات كل يوم but we can eat more لكننا يمكننا أن نأكل أكثر we should also drink a lot of water كذلك يجب أو علينا أن نشرب الكثير من الماء باعتبار الماء صحي وراها definitely meat and cheese are also good نحن نطلب ركزوا شوي اللحم والجبن كذلك جيدة but only if we don't eat too much لكن جيدة إذا ما أكلنا من عندنا هواي they have a lot of fat ليش مناكل مفروض من عندها هواي لأنه فيها الكثير من الفات السمنة we should be very careful يجب أن نكون حذرين جدا about anything that has a lot of fat يجب أن نكون حذرين جدا من أي شيء فيه الكثير من السمنة salt الملح or sugar أو السكر ركزوا يا أطلا إذن الشكر والملح والfat السمنة هذن شغلات غير صحية اللي موجدات بيمن موجدات بالميت باللحم والشيز والجبن وسرح توضح بعد أكثر this does not mean that we should never eat biscuit قالت هذا مو معناه أن المفروض أبدا من أكل البسكويت أو السويتس حلويات أو الفرايز المقليات or crisps أو الأشياء المقرمشة it is alright to eat a few من الجيد أن نأكل قليل منها if we eat too many إذا أكلنا الكثير منها we will be unhealthy سوف نكون غير صحيين when nurse Janet came to our school عندما جاءت هذه الممرضة Janet إلى مدرستنا I had a bag of crisps كانت لدي الكثير من المقرمشات two chocolates bars وقطعتين من الككاو and bottle of cola وإناء من الكولا in my school bag في حقيبتي today أما اليوم I have water and fruit in my bag لدي ماء وفواكه في حقيبتي باعتبار كانت تأكل طعام غير صحي والآن أصبحت تأكل طعام صحي لحد الآن مجرد استخلصنا مجموعة من المعلومات عن الأطعمة الصحية والغير صحية وراها أدي موضوع بسيط وراها ننتقل للاسئلة المتعلقة بهذا المقطع النصي لحد الآن هذا مجرد مقطع نصي للقراءة واستخرجنا بعض المعلومات التي تفيدنا نانا لازم نميز بين المعدود وغير المعدود عرفنا في مراحل سابقة أن المعدود هو الإسم الذي يمكن عده شن يعني يمكن عده؟ أي يمكن جمعه أو حسابه مثلا عندي pen قلم 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 واحد تو بنز اثنين أقلام ثري بنز ثلاث أقلام ثلاث أقلام إلى آخره وان بوك كتاب واحد تو بوكس ثنين كتب ثري بوكس ثلاث كتب وهكذا المعدود هو اللي نقدر نعده نقدر نجمعه وقد يجمع أما بإضافة S أو E S مثلا بوك بوكس هذا إضافة لأس أو قد يكون جمع شاد مثل child طفل children أطفال كمثال ركزوا إياهم بوك جمعها بوكس هذا معدود ليش معدود؟ لأن أقدر أعدي أقدر أجمعه بوك كتاب بوكس كتب هاتس قبعة هاتس قبعات كار سيارة كار سيارات أورنج برتقالة أورنجز برتقالات أبل تفاحة أبل تفاحات وكذا كات قطة كاتس قطط لكن بعض الجمع شاد ما ينجمع بإضافة S ذلك كلهم نضفنا لهنا S أو E S S أو E S أما هنا لا person شخص جمعها people أشخاص هذا جمع لكن جمع شاد من رجل من رجال هذا جمع لكن جمع شاد وهكذا تشلدرن أطفال teeth أسنان feet أقدام وهكذا هذلك الكلمات معدودة شلون أعرفتها معدودة؟ إما بيها S جمع أو كان جمعا شاد أنا استخلص ملاحظة أنه إذا كان B S أو E S أو كان جمع شاد هذا سميه معدود جميع الكلمات علىها معدودة لأنه يمكن جمعها وعدها أما الأسماء الغير معدودة هي التي لا يمكن عدها لا يمكن جمعها مثلا ماء أقدر أجمعها؟ لا ما بيجي كلمة تنجمع فمثل ذلك الكلمات الوتر الماء الرايس الرز شقر السكر الملح الكاكاو كولا مشروب مالكولا لمونيد عصير الليمون إلى آخرهم ذلك الكلمات نسميها غير معدودة شوان غير معدودة؟ ما أقدر أجمعها ما أقدر أضيف لها أس الجمعة وأقدر أجمعها بعد ما عرفنا الأسماء المعدودة والأسماء غير معدودة لازم نعرف شو نستخدموا إياها طلاب كل شي ركزوا إياها هنا لأن شوية الموضوع محير بعض الشي أسماء المعدودة أستخدموا إياها أما مني أو أفيو ركزوا إياها طلاب مني معناها الكثير أفيو معناها القليل أقدر أضيف وحدة ثالثة عليها اللي هي تو مني كثير جدا يعني نقدر مستخدم أما أفيو أو مني مع من مع الكلمات المعدودة زين هذا المعدود أستخدموا إياها أما مني أو أفيو أو تو مني تو مني معناها كثير جدا مو فرق شبير بين المني والتو مني وإنما استخداماتها خاصة تو مني الغير معدود نستخدموا إياها ماتش أو أليتل ماتش معناها الكثير أليتل معناها القليل نفس الفكرة وأقدر أخلي تو ماتش كثير جدا إذا ندني الكلمات ويغير معدود وذن الكلمات ويغير معدود أما تستخدم مع معدود ومع الغير معدود ترهموا في حالتين زين هسه عرفنا الكلمات اللي نستخدمها مع المعدود وعرفنا الكلمات اللي نستخدمها مع الغير معدود وعرفنا الكلمة اللي نستخدمها مع المعدود والغير معدود شون يجيني بالامتحان كما في تمرين رقم 4 صفحة 25 هذا التمرين تمرين اختيارات ركزوا إياه مهم جدا طلاب ركزوا على الاختيارات اللي رح يخلي ليها بالامتحان ما يجيب ليها بهذه الطريقة يجيب لي هاي كمثال هاي الجملة وخيرني بين اختيارين هسه نجي نعرف الاختيارات مثلا قل لي I want فراغ vegetables please I love them كمثال خيرني بين كمثال خيرني بين many و much ايش رح تختار لها شوفوا هذا الفراغ شوفوا ورا الفراغ ايش لقيته لقيته vegetables لاحظوا كلمة vegetables كلمة بها s اذا هذي معدودة بما انه معدودة رح اقول I want many vegetables هاي لحد الآن تمام لا خيرني بين اختيارات ثانية شنو الاختيارات اللي خيرني بين كمثال قل لي اختار لها little low a few نفس الطريقة هذي معدودة بها s جميع معدودة شنو من ذني معدودة a little غير معدود والأف يو معدود اذا نستخدم لها أف يو مو هنا المشكلة المشكلة اذا خيرني ركزوا يا طلاب اذا خيرني على سبيل المثال بين a lot of low much كمثال ش رح تختاروا لها المتش اول شي اسأل نفسي المتش ترهم لها لا استاذ ما ترهم ليش ما ترهم لأن ال vegetables معدود والمتش تستخدم مع غير المعدود اذا ما اقدر استخدم المتش زين ال lot of ال lot of ترهم سواء كانت ال vegetables معدودة و غير معدود اذا الاختيار الامثل هو ال lot of فهنانا رح اقول لها i want a lot of vegetables انا اريد الكثير من الخضروات please رجعا i love them انا احبها يعني بين قوسين هذه الجملة ترهم لها a lot of وترهم لها المني وترهم لها الفيو باعتبار ال vegetables معدود i've got فراغ books books معدود لو غير معدود معدود اذا اذا معدود اخلي لها اما a lot of او 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 مثلا اقول لها i've got a lot of books لدي الكثير من الكتب in my bag في حقيبتي and i can't carry it ولا يمكنني حملها شوفينانا بما انه قل لي انا ما اقدر اشيلها اذا الكتب اللي بجنطة كل شهواي ما اقول لها فقط many اقول لها too many كثير جدا من الكتب too many او a lot of لدي الكثير من الكتب في حقيبتي كثير جدا من الكتب او a lot of i've got اي فراغ homework الhomework معدود لو غير معدود غير معدود سادة شوان عرفت غير معدود ما بي اس الجمع وليس جمعا شادة اذا غير معدود اذا غير معدود اخلي لها اما much او a little او a lot of فاشقال لي اقول لي i'll never finish it انا ما راح اقدر انهي هذا الواجب البيتي ليش لانه كثير جدا فاقول له too much homework الكثير من الواجب البيتي او a lot of homework الكثير من الواجب البيتي ما اقول لي a little قليل ليش لانه اموضح لي انه انا ما راح اقدر انهي هذا الواجب البيتي نقطة الرابعة you can't eat all those chocolate bars انا نركز يا طلاب واحد اش راح ايقول يقول chocolate قلتها انت استاذ انه هذي غير معدود اقول لك صحيح التشوكلت اللي هو الكاكاو غير معدود لكن بعض الاحيان كمثال ادي كلمة water water انا وياكم متفقين الماء غير معدود لكن لما نقول bottle of water او bottles of water بطل من الماء او بطالة من الماء اصبحت لو معدود لو غير معدود معدود شنو المعدود مو الماء اللي هو المعدود وانما الابطالة هي المعدودة فهنانا قللي chocolate bars chocolate bars اللي هي قطع الكاكاو قطع الكاكاو معدودة دو غير معدودة معدودة زيان قللي انت ما تقدر تاكل كل قطع الكاكاو هذي that's فراغ انها فراغ بما انه اني ما اقدر ااكلها اذا هي معدودة احنا متفقين اما money او او بما انه انا ما اقدر ااكلها لانظلم بين كل شو هاي اما اقول a lot of او too many that's too many انها كثيرة جدا if you need help اذا احتجت الى المساعدة i speak فراغ فرنش انا اتحدث الفرنسية فراغ اللغة الفرنسية غير معدودة لا بها s ولا باس ولا جمع شاد اذا غير معدود بس بما انه قللي اذا تريدت مساعدة انا اتحدث الفرنسية قليلا مو كثيرا فاقول a little french قليل من اللغة الفرنسية وراها i ate فراغ crisps الكريسپ شنو قلنا معدود شون عرفت معدود بها اس الجمع بما انه اس الجمع اذا اخلي انا a lot of او money او a few اكلت الكثير القليل من الكريسپ والله ما اعرف خلنا نجي نشوف نكمل الجملة today and a lot of fruits and vegetables اكلت المقرمشات والكثير من الفواكر الخضروات i ate healthy food today اكلت طعاما صحيا اليوم اذا اكله واي فواكه الخضروات والقليل من المقرمشات اذا اقول له a few القليل من المقرمشات هذا ما يخص تمارين رقم 4 من الممكن نجيب لي احد جمل هذا التمرين وينطيني اختيارات يخيرني بين وحدة معدودة وحدة غير معدودة غير معدود وبالتالي انا اختار اما المعدود وغير معدود حسب ما بعد الفراب او حسب الكلمة اللي انذكرت اثناء الجملة هذا ما يخص تمارين رقم 4 حاولوا تكتبون الحلول بالدفتر لانه مهم جدا بالامتحان التحريري ننتقل لتمرين رقم 1 complete the spider diagram اكمل هذا المخطط العنكبوتي use the words from the box باستخدام كلمات من الصندوق طبعا شنج كاتب لي كاتب لي very good for you لان الاكلات جيدة لك not so good for you ليست جيدة جدا بالنسبة لك مثلا الابل هذي جيدة هذه جيدة اقول له اخليها من ضمن المخطط العنكبوتي بالاشياء الجيدة البسكيت قلنا البسكويت ليس من الاشياء الجيدة جدا اذا اقول له بسكيت اخليها بهذا الحبل البرغر غير جيدة الكوكا كوكا كولا اخليها من الاشياء الغير جيدة الكريسپس المقرمشات من الاشياء الغير جيدة وهكذا الكوكمبر الخيار عظم الاشياء الجيدة وهكذا لتوس الخس هذا من الأشياء الجيدة ستروبريز التوت هذا من الأشياء الجيدة وهكذا الشقر السكر هذا من الأشياء الغير جيدة أخليها من الأشياء الغير جيدة والووتر الماء من الأشياء الجيدة كملت الأشياء أو ميزت بين الأشياء أو الأكلات الجيدة والأكلات الغير جيدة الصحية والغير صحية هذا مجرد نشاط صفي لإستاذ يسر بداخل الصف which one is good is the apple good for your health هل التفاح جيد لصحتك are biscuits good for your health هل البسكويت جيد لصحتك وهكذا أما تبرين رقم 2 answer the questions about reports in your students book write sentences أجب على الأسئلة عن التقرير الموجود بكتاب الطالب باستخدام جمل ذكرنا بداية الدرس أنه ليلى أحمد سوى التقرير مع الممرضة جانيت قررنا التقرير وعرفنا الأشياء الجيدة من الأشياء الغير جيدة يقول لي حاول إجابة على هذه الأسئلة من خلال هذا التقرير فكمثال يقول لي which things are very good for us ما الأشياء الجيدة لنا بالتقرير اللي نذكرت ذكرنا الأشياء الجيدة هي fish, semak, vegetables القضروات, fruit, fruit, vegetables water, water what should we not eat too much for ليش أشياء التي علينا أن لا نأكلها كثيرا قلنا الأشياء المفروض لا نأكلها هواي اللي هي البسكتز, الميت, الشيز اللحم, الجبن, الحلويات, البسكويت which three things should we be careful about ما الأشياء الثلاثة التي يجب أن نكون حذرين منها ذكرنا بالمقطع النصي أنه ثلاثة أشياء غير صحية دائما لازم نكون حذرين منها اللي هنه شنو؟ الملح والسكر النبي محمد يقول إياكم والأبيضان الملح والسكر هذا من الحاديث المتواتر عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم إذن الملح والسكر أشياء غير صحية لماذا كان الطعام اللي بحقيبة ليلة غير صحي هو نوضح للكريسپس لماذا أنا أعتبرها غير صحي المقرمشات إذا نعرف أن المقرمشات تتقلع بها الكثير من السمنة هناك الكثير من السمنة القطع على الكاكاو لماذا؟ لأنها كثير من السكر الكثير من السكر والكولا كذلك بها كثير من السكر وهكذا هذا ما يخص تمرير رقم الثنين متعلق بالمقطع النصي اللي شرحناه بداية الدرس مجرد المعلومات للتمييز بين الأشياء الصحية الأكلات الصحية والأكلات الغير صحية أما تمرير رقم الثلاثة حاول أن نتكمل هذا القانون عن المعدود الغير معدود يقول لك فراغ وفراغ تستخدم تستخدم قبل الأسماء المعدودة قلنا الأسماء المعدودة نستخدم وياها مني و أثيو زين فراغ وفراغ تستخدم قبل الأسماء المعدودة كمثال كمثال و a little لنستخدمها مع الأسماء غير معدودة فراغ تستخدم قبل الأسماء المعدودة وغير معدودة شنية ال a lot all زين أكو بعض أشياء ثانية نستخدمها نعم too many أو too much لنا تنصحيحات هاي too زايدة للتوكيد أكثر هذا ما يخص تمرير رقم 3 كده عليك مجرد نشاط صف غير مهم بالامتحان التحريري أو الامتحان الشفوي ده يذكرني بالقاعدة الخاصة بالمعدود وغير معدود الأسماء والكلمات التي نستخدمها وياها هذا كان درسنا لهذا اليوم أخذنا ببعض المعلومات الصحية التي أغلبها تعتبر كأنشط صف غير مهم بالامتحان التحريري أو الامتحان الشفوي لكن أخذنا موضوع المعدود والغير معدود والكلمات التي تستخدموا وياها وعرفنا شوني يجينا بالامتحان بتمرير لقام 4 على شكل اختيارات بسؤال القواعد ختاما شكرا لمتابعتكم من الفيديو أي سؤالة أو استفسارة وضافة تحبون تقدموها تقدموها تتواصل وياها سبا ترمودي دونقوا على شاشة